احنا اهل الكتاب اهل القرآن مختلفين بالفروح بطبيعة الحال الاصول اكو اتفاق عليها لكن الاختلاف بيش الاختلاف بالفرع كيف يعني الاختلاف بالفرع هذا مثلا انا القالة وحد يتوضى يخشي الاذنه لما يخشي الاذنه اقول ليش يقول لي انا استفيد من الآية الآية تقول اخشلوا وجوهكم الوجه شنو هو اللي يواجه الانسان واللي يواجه الانسان ياهو كل هذا انا يواجهني اشوفك ادامي حتى الاذن اشوفه فاذا انا مأمور بغسيلها ما اقدر اقول لي انت كذا منك قلت غلطان لا اقول لي انت دليلك شوية ما بيدق لان الوجه مثلا عرف عرفا هو هذا ما تدور عليه الابهام الوسطى هذا ذولا اللي يقولون الوجه هذا المقصود يقولون ان الرواية اللي وارده عن ان بيصلوا كما رأيتموني اصلي ان بيكانوا يتوضعها كذا يقول ذاك لا يقول لك انا افهمن الآية ان الاذن تدخل فاختلاف بفرع اما الاصلة ما بياختلاف غسل الوجه واجب هذا ما بياختلاف زوروا موقعنا على شبكة الانترنت www.almerger.com المرجع الالكتروني طريقك نحو المعرفة